بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لكم برنامج أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الأشرون المعارضة العراقية في إيران وتصدير الثورة المشهور منذ سنوات أي منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران أنها كانت تعمل من أجل تصدير الثورة إلى العراق والبلاد العربية الأخرى وفي الحقيقة أنا كنت شاهداً أولياً على العكس من ذلك وهو أن إيران في السنة الأولى وأتحدث مع قبل الحرب لم تكن في وارد تصدير الثورة بل كانت ترفض حتى التحريض الإعلامي الثوري فقد كانت الثورة ولا سيما في أيام رئاسة مهدي بازرقان رئاسة الوزراء كانت إيران أو الثورة ملتهية في مشاكلها وإنما كانت الشعوب العربية ولا سيما الشعب العراقي في حال الثورة ويحاول أن يستمد العون من الثورة الإسلامية الإيرانية المنتصرة أو يسير على خطاها وقد كنت أحاول بصعوبة أن أتخذ من إيران قاعدة إعلامية ضد نظام سدام وأقاوم الضغوط المضادة التي تحاول الحفاظ على حالة الود والسلام مع العراق أدركنا منذ الوهلة الأولى لذهابنا إلى إيران أنها بلد واسع متعدد الاتجاهات والتيارات والأحزاب والخطوط ولاحظنا الموقف الرسمي الإيراني في ظل حكومة السيد مهدي بازرقان يميل إلى إقامة علاقات طبيعية مع العراق وأنه يلتزم باتفاقية 1975 الموقعة في الجزائر بين البلدين ولذا فقد ذهب وزير الخارجية السيد إبراهيم يزدي إلى السفارة العراقية في 17 تموز ليهنئهم بذكرى الثورة الثورة العراقية يعني البعثية وكنا كمعارضة عراقية نريد من إيران أن تكون سنداً لنا ومنطلقاً لثورة ضد النظام العراقي فكان علينا أولاً تعبئة الرأي العامي الإيراني الذي كان ينظر بإيجابية نوعاً ما إلى نظام بغداد باعتباره البلد الوحيد الذي آوى قائد الثورة الإمام الخميني مدة 15 عاماً وأعطى الثورة نافذة أعطى يعني نظام العراقي أعطى الثورة الإيرانية أعطى الإمام الخميني نافذة إذاعية باللغة الفارسية وإن كان قد ضغط على الإمام في الشهور الأخيرة وكيد حريته مما دفعه إلى مغادرة العراق وخيره بين السكوت التزاماً باتفاقية 75 أو الخروج من العراق ولتحقيق هذا الهدف بدأنا يعني تحريض الشعب الإيراني على العراق بدأنا نكتب في الصحف الإيرانية مقالات عن الدكتاتورية في العراق وأصدرنا مجلة الشهيد باللغة العربية وأخرجنا مظاهرة في ذكرى 17 تموز أمام السفارة العراقية في طهران مما دفع الرئيس صدام حسين إلى الشكوى أمام وزير الخارجي الإيراني إبراهيم يزدي الذي التقاه في مؤتمر عدم الانحياز في هافانا والطلب منه إعدام رئيس تحرير مجلة الشهيد التي نشرت رسماً كاريكاتورياً له عند توليه منصبه الجديد ولكن يزدي اعتذر بأن المجلة غير خاضة على الحكومة في ظل الأجواء الديمقراطية الجديدة في إيران وأتذكر الجدل الذي دار بين رئيس الوزراء بازرقان والشيخ محمد المنتظري حيث قال الأول إن سياستنا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بينما قال المنتظري بأن العراق سوف يتدخل في شؤوننا وعلينا المبادرة للتدخل فيه من أجل عدم التدخل في إيران ولو كان بإمكان إيران أن تصرف هذا كما كان يقول شيخ محمد المنتظري ولو كان بإمكان إيران أن تصرف مبلغ دبابة واحدة أو طائرة واحدة على المعارضة العراقية لاستغنت عن صرف مئات مليارات بعد ذلك في الحرب الدفاعية وذهب المرجع السيد محمد الشيرازي إلى الإمام الخميني واقترح عليه أن تصرف إيران مليار دولار على المعارضة العراقية وأن ترسل مليون قطعة سلاح للشعب العراقي الأعزل في مواجهة صدام فضحك الإمام الخميني مستهزئا بالشيرازي وقام منهيا الجلسة وهنا قال شيرازي لمرافقه السيد علي الفالي الذي أخبرني بتفاصيل اللقاء قال شيرازي بأن هذه الضحكة سوف تنقلم إلى بكاء وهذا دليل آخر على عدم تفكير إيران الجدي في تصدير الثورة التي كنا نلح على القيادة الإيرانية لكي تقوم بها إن من كان ينظر إلى إيران من الخارج كان يعتقد أن سياستها واحدة ولكن من كان يدخل في أعماق إيران كان يدرك وجود تيارات وأحزاب وخطوط مختلفة بعضها ثوري وبعضها محافظ وبعضها إسلامي وبعضها قومي إيراني ونتيجة لمعرفتنا المبكرة بواقع السياسة الإيرانية اتخذنا في منظمة العمل الإسلامي أو الحركة المرجعية الرسالية الأكبر والأوسع من المنظمة منظمة فرق من الحركة الرسالية اتخذنا قرارا بتجيير القوة الثورية الإيرانية لصالح دعم الحركات المعارضة الثورية في البلاد العربية التي كنا نعمل فيها كالعراق والسعودية والبحرين بالدرجة الأولى والتنسيق مع القيادات المختلفة السياسية والعسكرية والعلمائية لتوفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لنا حتى من دون أو قبل اتخاذ القيادة الإيرانية العليا القرار بذلك وكما هو معلوم فإن الحركة المرجعية الرسالية كانت تضم في صفوفها بعض الإيرانيين كالشيخ صادق العبادي والشيخ صاحب الصادق الششتري وأخيه حسن الششتري وآخرين فعملنا على ترشيح بعضهم كالعبادي في الانتخابات الإيرانية وتأيين بعضهم كقائم مقامين في سفارات إيران في البحرين وعمان والسودان وبلاد أخرى وقد استفدنا من هؤلاء بتوفير الفيز البيضاء بدون أسماء يعني المختومة التي كنا نستعملها في إدخال أي عنصر من عناصرنا إلى إيران متى ما نشاء وإخراجه منها بسهولة متى ما نشاء لن حتى نتجنب تعقيدات الإقامة والفيزا الإيرانية واستطعنا تعيين أحد عناصر الحركة الرسالية الإيرانيين وهو محمد خاتمي في الحرس الثوري الإيراني حيث أصبح مساعدا لقائد الحرس الأول أبو شريف وعقدنا بالطبع علاقات صداقة قوية مع عضاء قياديين آخرين في الحرس الثوري وبالتنسيق مع أصدقائنا في الحرس الثوري بدأنا نقيم قواعد عسكرية على الحدود ولا سيما في منطقة قصر شرين المقابلة لخانقين لتسهيل أبور عناصرنا من وإلى داخل العراق وسافرت يومها بالسيارة من طهران إلى كرمنشاه مع قائد الحرس الثوري مرتضى رضائي قبيل الحرب العراقية الإيرانية بأسبوعين لاستلام شحنة أسلحة على الحدود وعندما وعندما كنت في مقر الحرس في كرمنشاه اطلعت على تقارير استخبارية إيرانية من العراق عن تحرك قوات عسكرية عراقية كبيرة من عدد كبير من المعسكرات في عموم العراق فقلت لرئيس الحرس إنه تحرك شامل للجيش العراقي ينذر بحرب ورغم إعدادنا العسكري كمنظمة عمل على الحدود الإيرانية العراقية إلا أننا في الحقيقة لم نكن قد اتخذنا قرارا سياسيا ببدء العمل العسكري في داخل العراق بعد حتى ذلك التأريخ إذ لم نكن قد انتهينا من دراسة المشروع العسكري لتغيير الذي كنا نعد له منذ سنوات منذ سنة ستة وسبعين سبعة وسبعين ولكن أحد الأخوة اللي هو الشهيد جابر المعروف بطالب العليلي كان يلح على بدء العمل العسكري في داخل العراق وكنا نرفض ذلك فذهب فجأة إلى العراق من دون استشارتنا ولا حتى أخبارنا ونسك مع السيد كمال الحيدري سيد المرجع الآن المعروف الذي كان مسؤولا عن الخط العسكري للمنظمة في ذلك الحين من أجل دعمه ببعض الأناصر وقام بعملية الهجوم على كوادر حزب البعض في كربلاء ليلة العاشر من محرم 1400 1979 وأعقبه قيام أشخاص آخرين معذرة وأعقبه قيام أشخاص آخرين من الخط العسكري في الداخل بمحاولة اغتيال طارق عزيز في الجامعة المستنصرية ثم هجوم شخص يسمى خالد على موكب تشيئ الضحايا في بغداد بدون قرار من قيادة العمل في طهران ولكن جاءتنا الأخبار من العراق بأن هؤلاء الأشخاص في المنظمة ومع ذلك رغم أنه ما كان عندنا علم ولا عندنا خطة بذلك فقد تبنينا العمليتين في طهران وأصدرنا بيانات بسم منظمة العمل الإسلامي في العراق وهذا غير مدروس بدقة حقيقة وقد قرأت في التقارير الوالدة من أصدقائنا في العراق أن خالدا كان يتمتع بشجاعة فائقة ويجيد تمثيل دور رجال الدين ويندس فيما بينهم وأنه ذات مرة ذهب إلى قاعة كان يفترض أن يحضر فيها طاه الجزراوي أو غيره من الشخصيات الكبيرة وراح يعطي أوامره لرجال الأمن حتى حسبوه منهم ثم وقف وراء المنصة وهو مسلح لكي ينفذ عملية اغتيال الوزير لكن هذا لم يأتي ذلك اليوم وكان الأخوة في داخل العراق يحسبوه بطلا مقداما شجاعا ولكني وقد خدمت وقد خدمت وقد خدمت وقد خدمت النظام أكبر خدمة عندما هاجم المشيعين باسم العمل الإسلامي أو إيران كل ذلك دفع النظام العراقي إلى اتخاذ قرار الحرب والاستعداد لها طبعا هناك عوامل ذاتية لصدام حسين لأنه كان هو قد أعطى أراضي وتنازلات إلى إيران في في اتفاقية 75 ووجد الفرصة مناسبة أن الدولة الإيرانية مفككة وضعيفة أن يقوم بهجوم ويمزك الاتفاقية ويعقد اتفاقية جديدة لصالح العراق فهو كان عنده خطة وكان مدعوم طبعا من أمريكا وبريطانيا والسعودية والكويت والخليج عموما هو بدأ يستعد للحرب بشأن حملة تهجير للعراقيين من أصل إيراني وغير المرغوب فيهم من العراقيين الذين يشك بولائهم للثورة الإيرانية فهجر حوالي خمسين ألفا من مختلف المحافظات العراقية وهنا دعا السيد محمد الشرازي في بيان له إلى تعبئة الشباب المهجرين في جيش للهجوم على العراق وتشكل طبعا هذا البيان كان غير صحيح وما كان مناسب وكان غير مدروس وإنما الحماس كان موجود وتشكل بناء على ذلك الجيش الثوري الإسلامي لتحرير العراق بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني مما دفع النظام العراقي إلى احتجاز الشباب وتهجير الشيوخ والنساء والأطفال فقط وكانت قيادة الجيش الثوري الإسلام العراقي تتألف من منظمة العمل الإسلامي التي كنت أمثلها مع الشيخ محسن الحسيني اللي هو جاسم الأسدي وحزب الدعوة الذي كان يمثلها الشيخ محمد مهد الآصفي والدكتور إبراهيم جعفري ومن الإيرانيين كان يحضر الجلسة الشيخ محمد المنتظري كنائب بالبرلمان والسيد مهدي الهاشمي مسؤول قسم حركات التحرر في الحرس الثوري الإيراني ثم انضم إلينا بعد ذلك السيد محمد باكر الحكيم بعد نشوب الحرب عام 1980 وأتذكر أن المنتظري والهاشمي ذهب لزيارته عند قدومه إلى طهران وسأله ما هو برنامجك للعمل فقال لهما أنا ألبس كل ما تفصلون أو مثل ما تفصلون كما قال لنا في إحدى الجلسات بعدما رجع من اللقاء به وقامت منظمة العمل بعدة عمليات عسكرية في إيطاليا واليونان وفرنسا ضد السفرات العراقية حيث استشهد في أحدها شاب واعتقل في غيرها آخرون وجاءت إحدى تلك العمليات من دون تخطيط مسبق حيث كان عنصر إيراني تابع للمنظمة في الحرس الثوري الإيراني يتواجد في باريس والتقى هناك صدفة بمسؤول مشتريات للجيش العراقي فقام باغتياله وأخبر المنظمة فأصدرت بيانا عن مسؤوليتها عن العملية وهي لم تخطط لها أساسا وفي إطار سعينا لكسب الدعم المالي للعمل العسكري قمت مع الشيخ محسن الحسيني بزيارة إلى السيد علي الخامنئي وكان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع في بيته في جنوب طهران وكان يتحدث العربية بطلاقة فقدم لنا مبلغ من المال كان علي صرفه من مكتب رئاسة الوزراء أيام حكومة رجائي وهناك التقيت لأول مرة بالسيد عبد العزيز الحكيم الذي كان يقوم بنفس المهمة أيضا يعني كان يصحب مبلغ من المال وذهبت أيضا ولم أره بعد ذلك في الحقيقة هذا المرة الوحيدة الذي التقيت بمعه وذهبت أيضا مع بعض الأخوة لزيارة المرجع الديني الكبير في مشهد السيد عبدالله الشرازي وتحدثنا معه حول العمليات العسكرية التي تقوم به المنظمة في داخل العراق فسأل باستغراب وهل يعطيكم النظام العراقي فيزا للدخول وكأنه يعتقد أن أعضاء التنظيم يدخلون إلى العراق من المطار حاملين أسلحتهم وقنابلهم بأيديهم فتعجبنا جدا من سذاجة بعض المراجع وبعدهم عن الحياة وإلى حلقة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته 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 شكرا